الحمى القلعية متواصلة وتضرب بقوة ولاية المسيلة خسائر معتبرة سجلتها الولاية بعد نفوق عدد كبير من رؤوس الأغنام وضعية أرهقت كهل الموالين عدنا خمسين راس هذه مبينة سقيرة وكبيرة والخسائر جبنا الهدوات على الحمى دوينها بصع مكين ولو نرطب من السلطات تخرج لنا تعاوننا مربو الأغنام يشتكون ندرة اللقاح الذي لم يعد متوفرا ملقين اللوم على المسؤولين الذين حسبهم لم يتعاملوا مع الموقف بجدية الدولة راح تحضر قلوكين دواء بالصحنا ما عدنا ولو أرواح لنا قلوك روح وهاتلي الكاروسة ونعطيك تحاليل وديهم تل المسيلة وحنا راح نشرف الدواء هذا نشرفه من الأخر بتاع السخانة هذا نضربوها فيها أنا نعافلوا لأرواحنا بالصح ولو نضربو ولو راح عددها فيت الخمسة عشر يمكن يمتوننا ثلاثة رابعة خمسة نطيش خسائر هنا نشرف الدواء يومي نشرف الدواء ندوي يومي نتباللنا المضرورة ندوه بالنسبة لي أنا عندي 31 راس كل جميع راح كيفها وراه ضار ضار بالنسبة لي راح لخروف وتوقع نعجل وش من فيدة فقط في النعجل نحن راح لزمتها مصاري ونخدمها الخروف ونستسن فيها وبعد كي من العلف وتنتج منه وراك كل القلم كي نرى تعيش عنده مئة ومئة ومئة وخمسين راس راح فيها خمسين عائلة تعيش عايشة منها ليبقى المشكل قائما في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدها الموالين وعدم إيجاد الحالة المناسب طرف الوزارة الوصية